اشتركوا في القناة الصراحة في وسط الايام اللي احنا بنعيش فيها احيانا تكون في مشاكل كتير وصعبات كتير جدا والناس وكلنا بننسى مواعيد الله ولكن الاية الجميلة ديت لا انقض عهدي ولا اغير ما خرج من شفتاي تورينا قد ايه ان الله يتمسك بوعوده وينفزها مهما كانت الظروف ولكن كل سر قوتنا كمسحيين هو الثقة في وعود الله والرجاء اللي بنحصل عليه من خلال هذه الوعود وعلشان كده بيزبح الانسان المسيح انسان قوي بقدر تمسكه بوعود الله ليه انا النهاردة هعرض لكم مجموعة من وعود الله لينا اللي بتدينا ازاي امل ورجاء في ان الله ينفز وعوده الوعد الاولاني ان الله وعدنا بالحياة الابدية في يحنى الاولى صحاح 2 عدد 25 يقول وهذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة الابدية الله ايضا وعدنا بانه قدر على كل شيء فقال غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله الله وعدنا بقلوب جديدة فقال لينا في حزئيال 36 وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب العحم الله ايضا وعدنا بغفران خطيانا ان اعترفنا بخطيانا امين وعادل يغفر خطيانا يطهرنا من كل اسم الله وعدنا بانه هيعطينا سمر الروح القدس وقال لنا سمر الروح القدس محبة فرح سلام طول انا لطف صلاح ايمان وداعة تعفف الله وعدنا انه ينقذنا من الخوف في مزمور 34 يقول طلبت الى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي انقذني الله وعدنا بالخلاص فيقول انا اخاصم مخاصمك واخلص اولادك في اشعية 49 الله وعدنا بالروح القدس وقال ان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيدة فكان بالحري الاب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه الله وعدنا يعطينا كل احتياجاتنا فيقول في فيليبي اربعة يملأ الهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع الله وعدنا انه يعطينا كل شيء صالح فيقول في المزمور لان الرب الله شمس ومجن الرب يعطي رحمة ومجدا لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال الله وعدنا يدينا حكمة فيقول وانما ان كان احد تعوزه حكمة يطلب من الله الذي يعطي الجميع بزخاء ولا يعير وعدنا بالسلام في اشعية 26 ذو الرأي الممكن تحفظه سالما سالما لانه عليه كمتوكل الله وعد يخلصنا من التجارب فكرونس يقول عشرة يقول لم تصفكم تجربة الا بشرية ولكن الله امين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل يجعل مع التجربة المنفذ لتستطيعوا ان تحتملوا الله وعدنا بالصحة والشفاء فيقول في أرمية ثلاثين اشفيكم من جروح اشفيك من جروحك يقول الرب الله وعدنا بالحماية من الضرر وقال لنا لانك قلت انت يا رب ملجأي جعلت العلي مسكنك لا يلاقيق شر ولا تدن دربة من مسكنك الله ومش بس وعدنا بكده وعدنا بانه حتى لو موتنا هيعطينا حياة جديدة هيقول لا تتعجبوا من هذا تأتي ساعة يسمع جميع الذين في القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات الى قيامة الدينونة الله وعدنا انه هيجي تاني ومجيء قريب وقال في بيت ابي منازل كثيرة انا امضي لأعد لكم مكان وان مضيت اعددت لكم مكان اتي ايضا واخذكم الي حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا الله وعدنا بانه هيبيد الموت والحزن والألم في الرؤية 21 يقول ويمسح الله كل دمع من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا واجع لان الامور الاولى قد مضت ربنا هيحفظنا يحفظ نفسنا وجسمنا واروحنا من كل شر ومن كل تصورات مزعجة في كل العالم وقوتنا هي في تمسكنا بوعوده ليكن الله نورنا حماينا طريقنا قوتنا اكللنا علشان كده نفتكر باستمرار مزمور 89 آي 34 لا اغير ما خرج من شفتي والمجد لله دائما ابديا امين